السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي مجددا أيها الأحب الكرام لنتحدث عن هذه الفاجعة وعن مخلفاتها وأيضا عن ما تضمنته من خيرات وبركات فكما يقال رب دارة نافعة جميع المغاربة لا زال لحد الساعة قلوبهم وجل من هذا الحدث المؤلم الذي يجسد عظمة الله ويبين قدرته فالله تعالى على كل شيء قدير نستوعب قدرة الله تعالى حينما قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه نستحضر العظم الإلهية ربما هذا الحدث له دلالات وله عبر وله عدة مضامين ربما من أبرزها هو تقوية الإيمان في قلوب العباد فبعضنا كان غافلا بعضنا ربما لا يستحضر هذه العظمة هذا الجلال هذا الحضور الإلهي القوي في حياتنا فلما رأينا هذه الزلزال هذه الهزة الأرضية القوية رأينا الناس تقريبا جميعهم بدأوا يشعرون بالخوف من الجليل سبحانه وتعالى ورأينا منسوب التدين بدأ يزداد في قلوب عباد الله يكفي أن هذه الأيام المساجد صارت ممتلئة بالمصلين حتى الفجر فصار هناك صفوف كثيرة عند صلاة الفجر بشكل غير معتاد وهذا خير عظيم فيقال بأن هذا تنبيه للغافلين وكان منا غافلون الآن صاروا منتبهين يقضين فالحمد لله على هذه النعمة نعمة ثانية أيها الأحباب الكرام أننا عقب هذه الفاجعة وهذا الخوف رأينا حملات كثيرة تم تنظيمها في جل بقاع المغرب حملت تضامن وحملت تآذر أولها مراكز تحاق الدم استقبلت الكثير الكثير من المتبرعين كبار وصغار رجال ونساء حتى أنهم المشتغلون بهذه المؤسسة قالوا لم نشهد هذا التضفق البشري الكبير من المتبرعين منذ تأسيس هذا المركز دل تحاق الدم وهذه أيضا نعمة كبيرة فالمغرب فيهم الكرم وفيهم السخاء ويحبون الحياة ويهبون لإنقاذ الأرواح البشرية أنا عن نفسي لما ذهبت وأتبرع لمركز تحاق الدم بلوطه كل الناس سبحان الله يجمعهم القيم الإنسانية والرحمة التي في قلوبهم ثم رأينا أيضا حملات إنسانية أخرى قامت بها جمعيات المجتمع المدني التي هبت من أجل تقديم المساعدة المساعدة العينية من طعام وشراب وألبس في عدة أماكن من المملكة الشريفة رأينا الخيام تنصب في وسط المدن والناس يأتون بما قدر الله عليهم فأحياء الشعبية في الأماكن البسيطة هناك خيام تجد الخيمة الكبيرة وفي وسطها الرأي المغربية وبعض الحرس من القوات المساعدة والناس يأتون إما بالسكر وإما بالزيت وإما بالضقيق وإما بالأفرشة وإما بالأغطية وإما بالملابس أكوان كومة فوق كومة ثم لما يتجمع هذا الخير تأتي الشاحنات وتنقلها للأماكن المتضررة في زلزال الحوز فعودة ميمونة للتواجد للجمعيات المجتمع المدني بعد أن تخلت عن أدوارها الطلائعية وبعد أن نسج حول الجمعيات الكثير من التهم الآن بدأت تنفذ عن هذا الغبار وتبدأ تستعيد سمعتها الطيبة وتأخذ روح المبادرة في إنقاذ الأرواح البشرية رأينا كذلك الجهات الحكومية هبت بكل قوتها بدءا بالجيش والقوات الملكية المسلحة مرورا بالسلطات المحلية الإقليمية بتآذر مع الدرك الملكي والوقاية المدنية وكذلك مع القوات المساعدة وغيرها من القوات المهتمة الكل يعمل بجد واجتهاد من أجل تقديم المساعدة في البدء الناس كانوا في تلك مناطق يباتون في العراء لا طعام ولا شراب ولا غطاء فلما قامت هذه الحمالات وجدوا أولا وجبة غداء وحيدة في اليوم ثم بعد ذلك صاروا يتوسلون بوجبتي غداء في اليوم ثم بعد ذلك ثلاث وجبات غداء في الطعام في اليوم وكتر الخير كتر الخير وفض فإذا سألت الناس هناك عن الطعام يقول لك متوفر ولله الحمد أهل الخير ناس عاديين ناس لا ينتمون إلى جهات معينة مواطنون المستقلون كي يعمر السيارة بما جاد الله عليه من طعام وشراب ويحملها رغم وعورة الطرقات وخطورتها فالحمد لله الخير فائد وقد تمت مساءلة بعض الساكنة المحلية من ضحايا هذا الزلزال يعني ما الذي تحتاجونه قالوا الطعام الآن موجود الحمد لله لكن من يحتاجوا إليه هم الأغطية والأفرشة وكذلك الملابس القطنية لأنهم مقبلين على فترة فيها المطر وفيها البرد وبالليل كتنزل عندهم صمرة فيشعرون بالبرد ثم هناك الخيام حيث تكونت مجموعة من الملاعب دي القرب إلى صلاة كبرى لتجميع هؤلاء الناس وطبعا هذه كلها إجراءات مؤقتة وأقت جدا ريتما أن العمل الحكومي يقوم إن شاء الله تعالى بمجهودات مشكورة أنه يوفر السكن اللائق لهذه الفئة من أبناء الوطن وكذلك يوفر لهم فرص للعيش الكريم وإن شاء الله سوف يتم هذا الأمر سوف يتم لأن هناك إرادة ملكية سامية تشرف على كل هذه المبادرات الإرادة الملكية السامية تعمل جاهدة ليلة نهار على أن يقوم هذا العمل الإنساني بأدواره بأن كل الضحايا يجدون العلاج ويجدون العيش الكريم من غداء وتطبيب وأدوية وإيواء ريتما يتم بإذن الله تعالى إنجاز محلات سكنية وإنجاز فرص عيش لأن هناك الناس فقدوا كل شيء بعضهم يقول في توانين فقدنا كل شيء حتى الحقول التي كنا نزرعها ذهبت كلها تأثرت بتصدعات الأرض وبتقلبات هذا الزلزال لم تعد لهم حقول صالحة للزراعة ولا المواشي التي كان يكتسبونها كلها لم تعد صالحة فقدوا كل شيء قال أحدهم حتى المسجد المسجد الذي كنا نصلي فيه حتى هو تأثر فالأمر لله من قبل ومن بعد لكن رغم كل هذه الفاجعة يقال وراء كل مصيبة إلا وهناك منح إلهية فبعد كل محنة هناك منحة وسبحان الله من الأمور التي الطيبة التي ساعد بها الساكن هو مشكل الماء كان الجفاف في تلك المنطقة ضاربا أطنابه كانوا الناس كيئشوا وحد الجفاف ليس له نظير في باقي البقاء الأخرى ولكن مع هذه التصدعات الأرضية وهذه الزلزال خلت الأدوية الأودية الباطنية في الأرض تتفجر تفجرت عدة عيون والآن خرج الماء عدبا صافيا زللا الناس يفرحون منهم من كان يغتسل ويشرب والأطفال الصغار صارت عندهم بركمائية يسبحون كأنها مسابح وبعض الناس قالوا سبحانك يا جليل سبحان الذي يمنع ويعطي يمنع ويعطي هذه العيون التي تفجرت في هذه المناطق لم تكن منذ عشرات السنين الناس يموتون عطشا والآن ببركة التصدعات الهزة الأرضية انفجرت هذه العيون المائية الطيبة الطاهرة العذبة وسيكون لها أثر عظيم على المنطقة بإذن الله الواحد الأحد فهكذا الحياة فيها أشياء شديدة وفيها رحمات أيضا من الأمور التي تأثرنا بها وهو أن عدد من الأطفال الصغار فقدوا أهليهم فقدوا أحبابهم وصاروا أيتاما فالمسؤولون بدأوا يجمعونهم في تجمعات خاصة ليعتنوا بهم وإن شاء الله يفكرون إما أن الدولة تتكفل بهم أو أهل الخير من أراد أن يتبنى مسترة التبني لعدد من الأيتام الصغار ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات عدد فقدوا عائلتهم آباءهم وأمهاتهم وأخوة وإخوتهم طبعا الدولة هي الواجب أن تتكفل بالجميع لأن هي الأم والأب الروحي للجميع وطبعا هناك جمعيات وهناك أهل الخير والفلاحي ممن يتصابقون في هذا الأمر لأنه يبدو أن العدد للأطفال كثير وتحتاج الدولة لمساعدة وتدخل المجتمع المدني وتدخل كذلك أهل الخير من أجل تبني هؤلاء الأطفال الصغار أيضا نشيد بالتأذر والتضامن والتكافل للمجتمع الدولي المجتمع الدولي أيضا عبر على قيمة الإنسانية وتعاطفه مع المغرب وقدم الكثير من الخير رغم أن المغرب الحمد لله مستكفي يعني يبدو من خلال هذه المحنة أن المغرب فيه من الخير وفيه من البركات ما الله بيعلم يعني نحن عندنا خير في الطعام والشراب والكساء وكل شيء موجود والحمد لله وعدنا الوسائل اللوجستيكية والوسائل البشرية متوفرة ومع ذلك نقبل من إخواننا الأشقاء في الدول الأخرى هذه المساعدات من باب التضامن والتكافل لكن دون أن تكون هذه المساعدات فيها تدخل في الأمر السيادي أو عدم الاعتراف بمسألة أقاليمنا الجنوبية أو تلاعبات في المجال السياسي لا بد أن تبقى الأمور في إطار القيم الإنسانية والمغرب واعي وعاقل على ما يفعل فالحمد لله على كل حال ما رأيناه هو عبارة عن عرس تضامني وعرس للتأذر والتكافل فبعد المحنة وبعد البكاء وبعد الهزة القلبية رأينا الحمد لله هذا المسارعة في الخيرات والمسارعة في تقديم المساعدة من طرف الجميع من المؤسسة الحكومية أولا التي أنشأت صندوق بأمر ملكي صندوق تضامني لتساهم فيه المؤسسات لهي حكومية وغير حكومية والموظفون وغيرهم مرورا بالمجتمع المدني بكل أطيافه ثم انتهاءا بالمبادات الفرضية الناس خارج أرض الوطن المغاربة المقيمين بالخارج أيضا يساهمون الكل يساهم من أجل حياة رغيظة ونتطلع في المستقبل القريب تمر هذه المحنة وتترسخ في قلوبنا وعقولنا مجموعة من القيم أول قيمة هو استحضار العظم الإلهية يعني في تصرفاتنا دوما ينبغي أن نستحضر بأن هذا الكون له مدبر وله صانع وله مسير وهو قوي وقهار فلابد أن نسير على خطى الرحمن سبحانه وتعالى أننا لا نخالف الشريعته أننا نسير ملسجنين مع القرآن العظيم وتوجيات السنة النبوية حتى يباركون الله فقد رأينا منسوبة تدين قوي المغرب مع دينهم قوي سرعان ما أكثر من الدكري والاستغفار وحتى من كان لا يصلي صارت الأيام يصلي فهذه قيمة عظيمة القيمة الثانية هي قيمة التضامن والتآذر نحافظ عليه القيمة الثالثة هي قيمة التعايش والتسمع مع الدول الأخرى فنحن في هذا المجتمع الدولي كلنا إخوة متحابين لاحظنا أيها الأحباب الكرام كذلك من هذه الفاجعة دروسا وعبرا كثيرة وهو أن مجموعة من الصالحين بدأوا يعقدون مجالس ما يسمون بالترحم فلما قامت ويزاة الأوقاف الشو الإسلامية بأمر من صاحب الجلالة أمير المؤمنين سيدنا محمد السيد حفظ الله ورعاه وجاءت الفكرة دي الصلاة الغائب شهدت المملكة الشريفة الصلاة الغائب في ربوع مملكة يعني عدد الناس مع صلاة الظهر ذلك اليوم صلوا صلاة الغائب ودعوا للضحايا بالرحمة والمغفرة والرضوان بعدها انعقدت مجموعة كبيرة من مجالس ترحم عدة صالحين نصبوا خيام في مختلف المدن وجاءوا بأهل القرآن يقرؤون السلك السلك القرآنية والمادحين يقرؤون البردة والهمزية وبعض الفقهاء يترحمون يترحمون على ضحايا هذا الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز ومن المرتقب يوم الجمعة هذه الجمعة المقبلة ان شاء الله ستشهد المملكة الشريفة عدة مبادرات لجلسة الترحم في عدة اماكن اما في اماكن عمومية في الزوايا في المساجد في دور العبادة حتى غير المسلمين حتى الجالية الغير المسلمة في المغرب الجالية اليهودية والجالية النصرانية المسيحية في المغرب ايضا تعقد تجمعات لترحم على هؤلاء الذين فقدناهم فرأينا روحا من التسامح وروحا من حب الخير وروحا من المبادرة لأعمال أعمال البر والإحسان هذا كل خير عظيم وعلينا أيها الأحباب الكرام أن نأخذ العبرة من هذا الحدث وبعضهم بعضهم عبر عن ماذا استفاد ماذا تعلم من هذه الفاجعة أحدهم قال والله تعلمت الكثير من هذه الفاجعة أول شيء كنت دائما على المستوى الديني أقول سوف أصلي سوف أحج سوف أتصدق سوف دائما أسوف أسوف لكن لما رأيت هذا الزلزال وكاد أن يعصف بحياتي وحياة عائلتي فقلت خطأ كبير أن أسوف علي الآن الآن أن أبدأ بالصلاة وأبدأ بالصدقاء وأبدأ بتلاوة القرآن وألتزم بالدين من الآن هذا أول أمر وهو الالتزام بالدين الأمر الثاني بعضهم قال أنا كنت دائما لا أعطي لحياتي قيمة كنت لا أستمتع بطيبة الحياة الدنيا كنت أعمل وأجمع المال وأنتظر حتى أفرغ ثم أستمتع ففاتتني فرص كثيرة جاءت عطل صيفية عطل ربيعية عطل نيلة الأسبوع ودائما أنا أعمل 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 وأجمع المال وأقول فيما بعد سوف أستريح وأستمتع سأسافر وسوف أعطي لنفسي راحة وأرفي عن نفسي فلما رأيت هذا الزلزال في لحظة كان سيعصف بكل شيء فقلت ولنفسك عليك حقا عليك أن تستغل كل فرصة طيبة أن تستمتع بالحياة جلسة عائلية جلسة مع الأحباب أكل طيبة سفر جميل وحد دعوة كريمة لأحد الأحبة دائما عليك أن لا تنسى نفسك استمتع بالحياة لأنه إذا جاءت الموت في لحظة ذهب كل شيء عليك أن تعطي لحياتك قيمة وترمى في الحياة من نعم وتأخذ نصيبا من هذه النعم لأن ربنا عز وجل قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا قال تعلمت من هذه الفاجعة أنني علي أن أستمتع بحياتي وهي نعمة المتع نعمة لأن ربنا قال قال هذه الآية الكريمة ولا تنسى نصيبك من الدنيا الأمر الثالث وهو علاقته مع عائلته ومع أسرته كان دائما دائما صراخ وعويل واستقاد مبكر واهتمام بالدراسة وعنف مع الأسرة فقال في لحظة سيدهب كل شيء رأيت أسرتي بين يدي ستضيع مني فقلت علي أن ألطف بأسرتي علي أن أتعامل معهم بلطف علي أن أرحمهم علي أن أعاملهم بسعادة فندمت على ذلك الحرص الزائد على العلاقة مع الأسرة ومع الهائلة فجميل أن الإنسان يتلقى اللجام شوية ويتعامل مع الهائلة بمودة وبرحمة ويتجاوز عن أخطائهم ولا يكتر من الأوامر والنواهي وليأخذ الحياة ببساطة وإذا ما وقع تجاوز بسيطة يعني لا بأس لا بأس حياة لا تستدعي منك كل هذا الحرص الزائد ألطف بالعائلة وارفق بهم ارفق بالعائلة وارفق بالزوجة وارفق بالأحباب فهذه أمور ثلاثة أساسية لما كنت مع الناس وجدت بأنهم تعلموها من هذه الفاجعة تعلموا بأن الحياة ممكن أن تذهب في ثوان فعليك أن تستمتع بها وتعطي حق نفسك وحق العائلة دون أن تنس حق الله لا شك أن أن هذه الفاجعة تحمل في طياتها نعم كثيرة يكفي أننا رأينا مشهد من أهوال يوم القيامة لما تحدث ربنا عز وجل عن أهوال يوم القيامة بعض المتشككين في الدين دائما يسخرون من الدين وينظرون إليه بأنه أشيء على الهامش الحياة لا الدين هو عمق الحياة هو رأس المال دي أنك أمن لما نقرأ قول الله تعالى وهو يتحدث عن أهوال يوم القيامة وتحدث عن الساعة قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل دات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد هذا تصوير فني في القرآن الكريم علماء البلاغة والفصاحة قالوا هذا التصوير عجيب هذا الكلام الذي جاء في هذه الآيات يصور مشهدا مروعا وكأنك تراه كأنه مشهد سينمائي أمام عينيك ولكن معناه العميق هو أن ربنا يتحدث عن أهوال يوم القيامة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل دات حمل حملها وقد رأينا في هذه الفاجعة عددنا الحوامل أنهم وضعنا حملهن من شدة الفزع نسأل الله أن يحفظهن ويبرك في المواليد وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد رأينا الناس لما خرجوا من بيوتهم في المدن وفي القرى وفي كل مكان خرجوا يتهافتون في الشوارع العامة يريدون أن يفروا يفروا من بيوتهم ولكن أين يفرون أين المفر إلى ربك المستقر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إنسان أين سيهرب كان عدد دي الناس خذوا السيارات دي الهم دوزن بوزيسيون وكتسنا بأن تقعشي حاجة غير أكسل يغوى غير يهرب في غير تهرب فيما مشي تغلق قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إنسان من لي كان تعلم من هذا الحدث أننا نسلم أمرنا إلى الله دائما الإنسان يتعلم أنه لك رب اسمه الكريم وإن شاء الله تعالى لن يصيبك المكروه إذا سلمت أمرك إليه دائما نفوض الأمر إلى صاحب الأمر ولا نقول كيف جرى ولا لما جرى ولكن نقول ما شاء الله كان وما لم يشاء السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله